اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية والاربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاقت اهتماما بالغا في الصحف الخليجية والعربية لمحتوته من مضامين مهمة تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدة تجاه مجمل القضايا والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون والمنطقة حيث تناولت الصحف في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية مضامين كلمة جلالة الملك المفدة الذي اكد خلالها على الدور السعودي الكبير في تقريب وجهات النظر وتجاوز التحديات بالاضافة الى اشادة جلالته بمضامين اعلان العلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين لازالة الامور العالقة هذا وصلت صحف دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الضوء على كلمة جلالة الملك المفدة وجاء فيها ملك مملكة البحرين يؤكد ان التقارب الخليجي اصبح ضرورة وفي الصحف الكويتية ايضا اهتمام واضح بالكلمة الملكية السامية في القمة الخليجية فتناولت الصحف تأكيد جلالة على ان انعقاد القمة الخليجية فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرأي والى صحف الشقيقة المصرية التي نقلت تأكيد جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه بضرورة الالتزام التام بمضامين اعلان العلا ولا طالما كانت كلمات جلالة الملك المفدة نبراسا للعمل الدأوب محليا وخليجيا وعربيا ترجمة نانسي قنقر